ألو تفضلي ألو سلام عليكم أهلا أهلا الحمد لله حبيبت أقلبي تفضلي قولي ممكن أعرف برجي أنا رندا والتي تسمعها نعيمة رندا رندا ممكن رندا مسائل خير ممكن على مهلك حاسم عليك للأخير رندا عايزة إيه بقى تفضلي هي رندا ومامتها نعيمة عايزة تعرف برجها طب قولي التاريخ عشان أقولك البرج البرج واحد واحد تسعة تمانين واحد تسعة تمانين بتشتغلي ولا بتدرسي يا رندا العزراء يا رندا أنت العزراء تدرسي ولا بتشتغلي لا بتشتغلي يا دكتور موظفة طيب يا رندا كان عندك شوية مشاكل في الشغل إيه بقى مراتي شوية بصعوبة إيه يا شوية مشاكل والحمد ممكن تواطي التلفزيون شوية يا رندا عشان تسمعينه كان في مشاكل مع الإخوات وكده يعني شوية مشاكل مع بعدينا في البيت يعني انت كان عندها مشاكل هي وإخواتها صح كده صح ومشاكلك بالشغل شوية كان عند غيرة أو حسد إيه يا بصي بالنسبة لموضوع شغلك هتاخدي خبر كتير حلو قدامك ترقية أو زيادة راتب بس أنت حساسة زيادة عن اللزوم وعندك إيه أوقاع في الجسم لما تحسي جسمك تعبان من ليلة النوم ولا إيه رجليها على طول يا دكتور واجعيها رجليك يا عبو جاوكي طيب بصي بقى جيبي جيبي حلة يعني بلاستيك طبق بلاستيك طبق بلاستيك وحطي عليه خل وحطي عليه شوية مية وعدي عشر دهائق يوميا بإذن الله حتتخلصي بالموضوع وملخ يا دكتور ولا خلي بس لا بس خلوا مية خلوا مية وخطي رجليك فيهم حطي عشر دهائق وحتتخلصي بالموضوع وإنتي هذا الشهر عليك شهر كتير حلو استغلي كل الفرصات يا رندا يا رندا أهلا وسهلا مسيح لتصولك يا رندا ألو ألو أيوة يا هند تفضل طب إيه فارعنا تنتين هنا إنتي اسمك هند صح؟ أيوة إيه بقى قولي السؤال أنا جوزي 23-8 وأنا 1-9 23-8 وأنت 1-9 23-8 مين هي 23-8 أنا بستمعيك يواطي التلفزيون شوية هند 28 28 23 23 23-8 ده أنت صح؟ جوزي جوزي جوزيك؟ أه ماشي وأنا 1-9 أنت 1-9 إيه السؤال بقى يا هند؟ عايزة أعرف العلاقة الزوجية طوافق؟ أيوة عندك شوية مشاكل أنت قلقانة من إيه بقى؟ في عندك خوف صالك فترة ما تناميش صح؟ إيه هو لعقلك الباطني؟ وليلي بقى؟ أنت أعرف أحساسي اللي أنا خيس إيه؟ أنا عرف هتسيب عيالي وعن في أي وقت إحساسها نية بش هتكمل وهتسيب عيالها وتمشي ليه يا هند؟ في مشكلة بينك وبينه؟ كان في مشكلة كده بس من نحيط هو ولا نحيطك أنت؟ لا من نحيط هو آه ما أنا عرفته والله لا لا بصي ده الإحساس بس هاد اسمه القرين ما تدخليش القرين والشيطان في دماغك حتتابعي معاه وهو في فترة حتيجي قريبة حتيجي تغير بس أنت مالك ثقة فيه لما واحدة بتفقد الثقة بتفكر في الموضوع ده خليكي رحمانيه وتقربي من ربنا وإن شاء الله تعدي مع ثلاثة عيالك أهلا وسهلا فيك مرسي على اتصالك يا هند ألو ألو أيها هودة تفضلي أنا 13 10 89 13 10 13 10 89 آه عايز أعرف فيه ارتباط ولا لأ فيه ارتباط ولا لأ برج الميزان آه الميزان آه أوكي أو أختي 10 4 آه لحظة لحظة أختك اسمها إيه آه أختي اسمها رناء اسمها إيه؟ أختي اسمها رناء آه تاريخ ميلادة كام؟ آه قولي تاني أختي 10 4 آه عايزة 10 4 اسمها رناء آه فيه ارتباط برضو ولا لأ بصي السنة دي بالنسبة للحمل إن شاء الله بإذن الله عنده ارتباط لكن هي شوي تعبانة هي شوي تعبانة؟ آه شوي طب وهودة وهودة بصي يا هودة أنت فترة 3 شهر شوي عانيتي شوي عندك ضغوطات بس عندك أيام كتير حلوة جايتك عندك أيام كتير حلوة جاية بإذن الله يا هودة وهل أيام الجاية ارتباطه ولا لأ فيه ارتباطه؟ أي أهم حاجة للأرتباطه لا لا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنت عندك السنة دي عندك كتير أشياء حلوة الشهر دام من شهر 9 لآخر السنة عندك أيام حلوة عرفي تستغلية وعرفي نمية وما تبقيش متأثرة في حد ما تسمعيش كلام حد خلي قراراتك هي شخصيتك يعني أنت أحيانا شخصيتك تبقى ضعيفة بتسمعي للآخرين لما بتسمعي من الآخرين ما بتاخذي قرار تاخذي قرار العكس أنت لازم يكون قراراتك إيجابية أهلا وسهلا فيك يا هودة مرسي على اتصالك يا هودة